هاي كيف كنت؟ اتمنى تكون بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة اعطفية لبرج الجوزة رح كيفية عن مشاعر الحبيب نوية وكيف مقول كل مرة رح كذلك عن مشاعرك انت ونويةك رح امرها بالطريقة المراية كذلك رح احكي عن العزة لناس اللي عم تنتظر قدوم شخص جديد رح نتشوف بالتاروت شو رح يطلع لكم يا برج الجوزة كذلك يعني وكيف معودة انه القراءة تقبل ان تكون عكسية وكذلك ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع شوف اي قراءة تنطبق عليك ويعني اقرأ له اسمع له كذلك يعني ما تنسوا تعملولي لايك وسبسكريب قناتي برج الجوزة شهر نوفم هم يطلع لي حليا يا برج الجوزة كأنه عم تتعب وعم تعمل دي نسبة كبير يا برج الجوزة بس ما عم تشوف في نتيجة ما عم تشوف في مردود آآ في نوع من الخسارة والصدمة التي تعرضت لها يا برج الجوزة عم شوف في صدمة تعرضت له وعم شوف انه في نوع من العمل والكد بنسبة كبيرة بس ما في تحصيل آآ بس ان شاء الله رح تنعدل الامور لصالحك يا برج الجوزة يعني فترة ورح تعدي آآ رح عم شوف كذلك على انه الحبيب يمر بنقلة نوعية بس ممكن ما تكون جيدة بالنسبة له آآ بس هالنقلة الغير جيدة رح تحمله الى شيء جيد آآ عم شوف انه آآ كذلك هو تعرض لخسارة تعرض لشيء ما حبه بس آآ هذا الوضع اللي يمر فيه حاليا للحبيب عم شوفه رح يجعله شخص آخر يجعله شخص آآ آآ روحاني اكثر يتعلم من هذا الدرس الكتير ورح يقدر النعم اللي هو فيه حاليا اوكي آآ عم شوفك حاليا يا برج الجوزة آآ ممكن آآ مهتم بالأمور العائلية اكثر آآ ممكن آآ هات الشخص شاغل بالك بنسبة كبيرة كأنه بتحس حالك تحطمت احلامك عم تحلم باشيء كتيرة معه يا برج الجوزة بس عم شو كانه تبددت الامور وعم شوف فيه نوع من الصدمة انت اه في شيء صدمك في شيء غير تفكيرك في شيء آآ فتح عيونك اكثر للواقع كأنه كنت عم تعيش احلام كنت عم تعيش اشيء منها واقعية وفتحت عيونك للواقع آآ حاليا اوكي كذلك عم شوف عم شوف الشريك عم عم يتذكر اللحظات الجميلة معك في نوع من الاشتياق في نوع من آآ في نوع من التذكر للحظات بينك وبينه في نوع من الاشتياق الكبير بالنسبة له آآ بس شوفي شوفي كذلك هو بمر من من نقلة نوعية غير جيدة ممكن كذلك يتعرض لصدمة هذا الانسان عم شوف حاليا انت يعني عم تفكر بشيء من آآ آآ واخد وقت آآ عم تفكر بكتير من الاشياء آآ يعني واخد وقت لنفسك ممكن حاليا عم تمر بمرحلة ليست بالجيدة عم يعني عم تحدد اولوياتك وعم تفكر شو الخطوة اللي بعدها اوكي الخطوة الجاية آآ بس عم شوفك على انو عم تشوف انت هذا الانسان كذلك آآ مبتعد ومش عاطيك وقت ممكن مهتم باشياء اخرى من غير الاهتمام فيك آآ آآ ممكن حتى الموضوع العملي هو آآ اللي شاغله بهذا الوقت لانو عم شوفه وعم تشوفه انت بعيونك يعني شخص مادية حلوة عم يشتغل على موضوع المادة وآآ شخص عنده خبرة جيدة بالموضوع المالي والمادي آآ كذلك هو عم يشوفك شخص آآ جميل انسان طيب فيك نوع من آآ من نوع من الحسسين الكتير زائدة بيشوفك شخص آآ نوعا ما حساس كذلك بهذه الفترة عم يشوفك شخص مبتعد عم يشوفك مبتعد علي بالفترة الحالية بس انا عم نشوفك انو الاوضاع راح تتغير لصالحك وانو عم تمروا باتنينيتكن بشيء من التغيير اوكي عم نشوفك كذلك على انو عم يشوفك شخص عندك طاقة وعندك باور وعم آآ تبحث عن حالك تبحث عن آآ بالرغم من انو كتير اشيء ممكن لات ما تكون بصالحك يا برج الجوزي عم يشوفك على انو آآ بطلت جد الطاقة وتتفائل بالغدل جميل اوكي ويعني هادي صفة جميلة جدا بالجوزي شخص من رغم من كل الاشيء او كل العتارات اللي بحييته بتكون شخص بيتفائل بالخير وبينظر آآ بشكل ايجابي للاشيء آآ كذلك انا عم نشوف انو في حب اوي بتحبوا لها الانسان في نوع من الحب ممكن حتى انت انت عم تنتظر هذا الشخص اذا كان مبتعد وما فيك انا ما عمشوف في خصام بس عمشوف في نوع من الابتعاد كانو انت تتعددت لشيء آآ يعني خليك انو تبتعد عنه تشاريك وكذلك عمشوف في الشريك الاخر في شيء او في سبب خلى هال الانسان يبتعد عنك لفترة ممكن ما يكون خصام بس في نوع من البعد آآ لا يعني آآ لا يعمل اشيء كتير بحقيقته اوكي عمشوف في انتظار لالك والاهتمام بالمجال العملي بالرغم من المجال العملي ما عمشوف آآ يعطي نتائج جيدة لالك يا برج القوس يا برج الجوزي سامحوني آآ كذلك الشريك الاخر آآ عندوني انو يرجع لالك بس عمشوفو ازا كانتو مبتعدين عن بعض ممكن ترجعوا بس ترجعوا آآ من بعد ما يحكي كلام قاسي عليك يحكي يجرحك شوي لانو عمشوفو متألم و آآ كأنو بدو يعطبك بدو يعطبك بس بقسوة بنوع من القسوة عمشوف كذلك على انو الاوضاع المستقبلية كيف راح تكون عمشوف في نجاح ان شاء الله من بعد خسارة راح تتعرض لالا او انت تمر بهذه الخسارة بتحس حالك في نوع حتى لو ما كانت خسارة ماتية او انت بتحس حالك بهذا الوقت في نوع من الخسارة آآ آآ كيفا ما كان يعني آآ عم تحسوا بس عمشوف في نجاح لانو عادة كانت نجاح العملي عمشوف في نجاح عملي وحتى نجاح ممكن بمجال الحب ان شاء الله راح يكون خير لالكنية برج الجوزي الاطاقات اللي عم تطلع عندي هي برج العقراب آآ برج العذراء آآ كذلك برج الحوت عم يطلع بس في ابراج المائية في الابرج الترابية آآ والناري كذلك آآ الهوائي في 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 برج يعني في في الهوائي كذلك بس او الطاقة الغاء يعني الكتيري او بهذه القراءة هي الابرج المائية آآ آآ والا هو الترابية اكثر في نسبة كبيرة لهذه الثاقات لهذه الطاقة اما عن الناس العذاب ناس اللي آآ ممكن ينتظروا شخص وما عم شوف بهذه اللحظة مشوف كأنه كنت عم تحب شخص وهو حاليا مبتعد عنك بتفكر انه تبعد له مسج بتفكر انه تحكم معه آآ لانه بس في نوع من الكسرة قلب تمنعك يا برج الجوزاء كسر قلبك وراح آآ وتركك بهذه الفترة آآ بالرغم انه بتنتظر آآ شخص وانت حاليا عازب عم تنتظر قدوم شخص جديد آآ بس انت عم تفكر اكثر آآ بشخص من الماضي آآ في نوع من التفكير بشخص من الماضي المصيحة لالك عمشوف انه في قدوم اشيء جميلة لالك يا عازب يعزب برج الجوزاء عمشوف في تحقيق لأحلين كنتو عم تنتظروها آآ بس ان شاء الله رح تكون عن قريب آآ اشيء جميلة ممكن تكون بالمجال العملي وحتى بالمجال الحب انا عمشوف في نوع من العطاء في كتير امنيت تمنيتها يا برج الجوزاء خاصة للعزب آآ بس عمشوف ها رح تتحقق حتى اللي كمرتبطين او حاليا منفصلين منفصل آآ آآ عمشوفهم آآ كذلك رح يمروا من من ازمة حاليا عم يمروا فيها رح تنتهي ورح تبدأ اشيء جميلة ان شاء الله آآ آآ غالبا عم يطلع لهون آآ ورق الاطفال ممكن يكون آآ في اطفال بينك وبين هذا الشريك ممكن هذا هو مجال الخلاف بينك وبينهم الناس المتزوجين آآ وكذلك عم يطلعون هون انه في موضوع صحي شاغل بالكم ممكن هذا هو المشكل آآ في موضوع صحي آآ كذلك. بيقول لك انه آآ ان الحب او طاقة الحب آآ رح رح تشفيك من اي شيء آآ آآ تريده. آآ لا تقلق آآ فقط شعر بهذا الحب اللي يشفيك اوكي آآ مش مش يعني هاد القراءة مش مجرد انه حب شخص او حب ممكن تحب حالك ممكن تحب امك ممكن هذا الطاقة للحب الجميل حب الاطفال كذلك تشافي من كل من كل الاشيء السلبية لانه طاقة الحب طاقة جميلة آآ ممكن تستغلوها لا تتشافوا من كتير اشيء ما تفكروا الاشيء السلبية هاده نصيحة لالكن ولا كل الابراج انه ما تفكروا بشيء من السلبية فكروا بالاجابة لكي تتغير حياتكن للاجابة اوكي آآ طاقة سلبية ما بتجيب الا سلبة وما بتجيب الا الا اشيء سلبية بالحياة لهيك حاولوا انه برغم انه الاشياء ممكن تكون مظلمة بحياتك تشوف النور من من بين هذه الضلمة بالحياة تشوف النور وان شاء الله ما يكون الا النور آآ بتمنى لكم كل الخير يا برج الروزاء وبتمنى لكم آآ شهر مبارك آآ هذا الشهر يكون شهر خيرات